بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا في الشرائح السابقة حل معادلات التفاضلية العادية سندرس الآن في هذه الشريحة حل المعادلات التفاضلية الجزئية بالطرق العددية وسنقصر دراستنا على معادلات من الشكل بواصون التي تقول شكل العام لمعادل بواصون هي نبلة دلتا يو يساوي إلى fxy أي أن المشتق الثاني بالنسبة للدال يو بالنسبة لx تربيع زي المشتق الثاني للدال يو بالنسبة ل tenir يساوي إلى fxy في الحالة الخاصة إذا كان هذا الطرف الأيما من هذه المعادلة معادلات باسون يساوي الصفر أي إذا كان fxy يساوي الصفر أي أن المعادلة تأخذ الشكل دلتا يو يساوي الصفر عندها تسمى هذا النوع من المعادلات بمعادلات لا بلاس الآن سنطرح المسألة التالية لنحل المعادلة التفاضلية الجزئية D2U على DX تربيع أو التي يرمز لها اختصارا بUXX زائد D2U على DY تربيع التي يرمز اختصارا المشتقل الثاني بسيولي Y يساوي إلى FXY أي أن كانت X و Y من R حيث R هي المستطيل التالي X أكبر أن يساوي A أقل من أو يساوي B يعني X تتحول بين A والB والY تتحول بين C والD الآن نقوم أول خطوة بتقسيم الفترة A-B إلى فترات جزئية ونقسم الفترة CD إلى فترات جزئية هو يعطيني إما أن يعطيني هذه الطول القسم أو أن يعطيني عدد الفترات فعند إذن تتقسم لا أليب وفق القانون التالي ال-N يساوي B نائس A على H إذا أردت أن أقسم الفترة A-B إلى N قسما وإذا أردت أن أقسم الفترة CD إلى M قسما فعند إذن دي نائس C على K إذن بهذا الشكل تتقسم الفترة إلى هذا العدد من الفترات فيعطيني ال-H وال-K يمكن حساب ال-N أو يعطيني ال-N وال-M ويمكن أن أحسب ال-H وال-K عندها يمكن أن نتذكر أن الفروق المقسومة المشتق الثاني للفروق في الفروق المقسومة تعطى بواسطة العلاقة التالية والمشتق الثاني بالنسبة لل-Y تعطى في العلاقة التالية ممكن أن ألخص كل ما سلف بالخطوات التالية لإيجاد الحل المعادلة التفاضلية الجزئية سألخصها بأربعة خطوات بالشكل التالي إذن لحل هذه المسألة أولا نقوم بالخطوات الأربعة التالية أول خطوة وأهم خطوة أن أرسم الشبكة وأحدد عليها النقاط الحدية ثم أسمي هذه النقاط برموز الدليل الأول في الرمز يرمز للعمود والدليل الثاني يرمز للسطر فأنا المنطقة التي أعطيني إياها هي المنطقة التالية هي المستطيل R إذن هذا هو المستطيل R هو بين A والB المحمول على الإكسات وبين C والD المحمول على الوايات أن نقسم هذه المنطقة إلى أقسام AB بواسطة إلى N قسما بواسطة ال-H وإلى M قسما بواسطة ال-K فتتقسم لألي أرسم من هذه النقاط التقسيم أعمدة وأسطر فتتقاطع الأعمدة والأسطر عنده إذن النقاط الحدية في هذه الحالة ستكون هذه النقطة هذه النقطة الأولى هذه النقطة الثانية هذه النقطة الثالثة هذه النقطة الرابعة أيضا هنا هذه النقطة الأولى وهذه الثانية هذه وهنا هذه النقاط التي أحددها هي النقاط الحدية التي أريدها إذن كل النقاط على الحدود باستثناء رؤوس المستطيل باستثناء رؤوس هذه المستطيل قلنا نحدد إذن رسمنا الشبكة وحددنا عليها النقاط الحدية أسمي هذه النقاط الحدية طبعا الدليل الأول يرمز إلى العمود فالأعمدة أرتبها بالشكل التالي هذا اسمه عمود صفري هذا العمود الأول هذا العمود الثاني هذا العمود الثالث هذا العمود الرابع وهذا هو العمود الخامس أيضا الأسطر أرقمها هذا اللي هو البداية هو السطر الصفري هذا السطر الأول هذا السطر الثاني هذا السطر الثالث وهكذا إذن فالآن نأتي إلى تسمية النقاط الحدود فإذا كانت الدالة المجهولة اسمه يو فهذا بسمي يو الدليل الأول للعمود العمود أنا العمود الأول إذن يو واحد والسطر هو السطر الصفري إذن يو واحد صفر الدليل الأول هو للعمود العمود أنا في العمود الثاني في السطر الصفري أنا هنا في العمود الثالث السطر الصفري العمود الرابع في السطر الصفري إذن سميت هذه أيضا لو جينا لهذه النقطة الحادية هذه النقطة الحادية الدليل الأول للعمود أنا في العمود الخامس السطر الأول أنا في العمود الخامس السطر الثاني هذه لو جينا لهذه النقاط سميناها أنا في العمود الأول السطر الأول الثاني الثالث إذن في السطر الثالث أنا في العمود الثاني من السطر الثالث أنا هنا في العمود الثاني الثالث من السطر الثالث وهنا في العمود الرابع من السطر الثالث إذن سميت هذه النقاط الآن أأتي إلى هنا هذا هو العمود الصفري فأنا في العمود الصفري من السطر الأول السطر الرمز هو الأول وهذا ما هو إلا العمود الصفري بل لكن السطر هو الثاني إذن سميناها إذن هذا اللي قلنا نرسم الشبكة ونحدد عليها النقاط الحدية الدليل الأول يرمزه إلى العمود والدليل الثاني إلى السطر عمود يبدأ الترقيم من هنا عند A هو العمود الصفري العمود الأول الثاني الثالث الرابع الخامس يبدأ الترقيم من C العمود C هو السطر C هو السطر الصفري والسطر الأول الثاني الثالث وهكذا هذه أول خطوة نقوم فيها وهي أهم خطوة الآن الخطوة التي تليها مباشرة نقوم بحساب قيم النقاط الحدية من الشرط الابتدائي المعطى دائما هو يعطيني في المسألة الشرط الابتدائي من هذا الشرط أحدد القيمة U10 U20 U30 U40 U51 U52 U3 U13 U32 U33 U43 U01 U02 أحدد القيم لألة بأول خطوة أقوم فيها إذن أرسم الشبكة أحدد النقاط من الشرط الأول الآن الخطوة الثالثة نستخدم قاعدة المشتقة الثانية للفروق المقسومة ما هي المشتقة الثانية؟ كان دستور الاشتقاق لحساب المشتقة الثانية هو من الشكل التالي في الفروق المقسومة هو F A زائد H ناقص 2 F A زائد F A ناقص H على H تربيع الآن إذا طبقناها من أجل X فإنني سأحصل على U إلى دليلين الدليل الأول والدليل الثاني الآن الاشتقاق بالنسبة ل X معناها الدليل الثاني ثابت الدليل الأول هو الذي يتحرك فبقول U I زائد 1 J ناقص 2 U I J U I زائد 1 هي التي تقابل A زائد H ناقص 2 U I J ناقص 2 U I J إذن هون النقطة لا تتحرك زائد هون تتحرك للخلف إذن U I ناقص 1 J على الاشتربيع هذا إذا كان اجتقاق بالنسبة ل X فالدليل الأول هو الذي يتحرك والدليل الثاني هو ثابت الآن إذا قمنا نشتق بالنسبة ل Y فالدليل الثاني هو الذي يتحرك والدليل الأول ثابت إذن هنا سنرى الدليل الأول هو I I I في الكل أما الدليل الثاني فهو هنا لما A زائد H فهو J زائد 1 هو J هو J ناقص 1 على الكاتربيع الآن إذا عوضنا هاتين المعادلتين في معادلات بواصون المعطاء وإذا أصلحنا كيف أصلحنا؟ يعني وحدنا المقامات ضربنا حسفنا المقامات فإنني سأحصل على هذا السطر يساوي إلى F ولتكون F كبيرة ل X I Y I الآن حيث ال I من الواحد حتى ال N ناقص 1 وال J من الواحد حتى ال M ناقص 1 قد يسأل سؤال لماذا لم نبدأ بالصفر السطر الصفري والسطر العمود الأصفار هدول هما يحققان الشروط الحدية هدولة حسبتم من الشروط الحدية إذن أنا أهتم إلى عيجاد هذه النقاط هذه النقاط تبدأ من هنا هذه النقاط التي أحسبها بواسطة هذا الدستور إذن هذه التي أحتاجها أما النقاط الخارجة التي تقع على الحدود هنا فحسبت بالخطوة الثانية الآن بعد هذا نعوض في المعادلة الأخيرة اللي حسبناها إذن هذه المعادلة نعوض الآن نعطي ال I1 وال J1 فنحصل على معادلة أولى ال I2 ال J1 ال I3 ال J1 ال I4 ال J1 ال I5 إلى أن يخلصوا بعدها منعطي ال I2 J1 I2 J2 I2 J3 I2 J4 I2 إلى J1 S1 بعدها I3 J1 I3 J2 وهكذا إلى أن أحسبها فأحصل على جملة معادلات خطية نقوم أول شيء بعد ما نحصل على الجملة بتعويض القيم الحدية التي حسبناها في القطوة الثانية نحن حسبنا في القطوة الثانية قيم حدية عندئذن في جملة معادلات الناتجة نعوض هذه القيمة الحدية القيم الحدية نجمعها مع بعضها ومننقل إلى الطرف الثاني ثم نرتب المعادلة بحيث يكون العمود الأول يحوي فقط على U1 العمود الثاني يحوي فقط على U1 العمود الثالث يحوي فقط على U2 العمود الرابع يحوي فقط على U2 ويساوي إلى الطرف الأيمن أو طرف العواميد الحرة وبالتالي تنتقل حل المعادلة التفاضلية الجزئية إلى حل جملة معادلات خطية يمكن أن نحلها بإحدى الطرق المعروفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته